السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهلا بكم أصدقائي ومتابعين موضوع هذه الحلقة سيكون على سبب عدم التساق السولدر بالكاوية لماذا لا يلتساق السولدر بالكاوية يعني ساعدنا كاوية هذه الكاوية هي جديدة استعمالها يوم واحد أو يومين اذا نخليها هنا ونجيب السولدر هذا اللي هو من نفس الشركة والكاوية القوة مالتها هي 60 واط قوة الكاوية يعني الكاوية قوية وال60 واط تطينا الحرارة هي تقريبا أكثر من 90 الحرارة اللي مطلوبة هي الحرارة الكاوية من 90 درجة إلى 450 ومن أجي أريد أشتغل وأخلي السولدر على الكاوية بهذا الشكل ما راح يلتساق السولدر على الكاوية تشوفون الحرارة جدا قوية بحيث أن هذا تشوفون الدخان قاعد يخرج من الكاوية لكن الانتساق ماكو نقرب الصورة بهذا الشكل أخلي السولدر أريد أشتغل به ما أقدر وما راح يلتساق السولدر فريدنا أعرف السبب شن هو هل السبب هو من نوعية السولدر اللي موجودة من نوعية هاي نوعية هي من النوعية الجيدة والاثنين هم تقريبا بحالة جديدة ما صار مثل ما قلت لكم يوم واحد أسوي الشي ثاني الفليكس وأغط به رأس الكاوية بهذا الشكل هنا وأرجع أخلي السولدر عليه أيضا ما أرتساق نفس الحالة ما أرتساق عليه إذن السبب هو مو كلوريد الأمونيوم ولا السولدر ولا الكاوية شنو السبب ما أرتساق السبب هو أن رأس الكاوية مو نظيف هذا رأس الكاوية لو رأس الكاوية نظيف كان ارتساق رأسا طبعا هاي الحالة بهاي الكاوية سأستخدمها كاوية ثانية هاي الكاوية ثانية وراح استخدمها السولدر لكن اللي أسويه راح نظف رأس الكاوية بهذا السيم طبعا هذا السيم هذا موجود بالمتاجر يبيعوه يبيعوه بهذا الشكل اللعبة مالتصير ومفتوحة منه هاي يخله بداخله بداخله يكون هذا السيم نفسه واللي عليك هو بس مجرد أنك تغط الكاوية بداخله تنظف وترجع الكاوية هذا السيم مال تنظفه نفس السيم مال الأواني هذا ومخلي أنا بشكل ماسك يدوي على الموت تتنظف بهذا الشكل يتنظف رأس الكاوية هسه اذا اضيف السولدر على رأس الكاوية هاي تشوفونا شون تسق السولدر به هذا من قدم الكاوية نظيف نفس درجة الحرارة نفس درجة الحرارة ارجع نظف رأس الكاوية بهذا الشكل وأخلي سولدر التصاق اذا تلاحظون السولدر على شدة الحرارة جاي يعني ينفجر على شدة الحرارة من قدم الكاوية حارة لكن فرق الالتصاق هو نظافة رأس الكاوية هسه هسه نظفنا الرأس ونخلي عليه السولدر ونشوف ها طبعا مثل ما شوفوا انتزق هسه صولدر به هذا هو الفرق هسه اللي سوينا هنا بس مجرد ان نظفنا رأس الكاوية بهذا الشكل يعني الكاوية ما بها اي خلل والسولدر ما بيشي وكلوريد ما تحتاج كلوريد الامونيوم اي شي تخليه راح يحترق رأسه لان هاي حرارة موجودة داخل الكاوية فهو دائما يكون بعد الشغل كل ما تشتغل وتريد تنفيه بهذا الشكل وتبقى تشتغل فدائما راح يبقى يلتسق بالكاوية اما اذا عندك طبعا واتلف بها المكان مكان مال ليد او مكان مقامة او مكثف او اي شي وتحاول تجدد المكان فانت لازم تنظف الغلاف اللي موجود على البوردن تنظفه تنظفه تخشط الصبغ اللي موجود عليه هنا فوق النحاس الرقاقة النحاسية اللي موجودة جوه بهذا الشكل تنظفه وعمشي يكون ما يبقى اي صبغ او طحين من الصبغ على المكان بعد هذا الشي اذا نظفته راح يلتسق الصولدر بكل سهولة بمجرد انك تخلي الصولدر على الخريطة على البوردن في هذا الشكل راح يلتسق هذا تشوفون الالتساق جدا نسبة الالتساق مية بالمية نسبة ثبات الصولدر اغلبنا من الاخوان اللي يحاول يثبت هنا يخلي سلك نحاسي على رأس البطارية الليثيوم فكلما يخلي هنا الكاوية والصولدر ما راح يثبت حتى ذا المكان بعدي عن البطارية الجديدة ما راح يثبت فاللي يحتاجه هو ان المكان هذا يقوم بتخشينه منها يعني ينطي برديام ما يحكيه بطريق شفرة بهذا الشكل الرأس مال البطارية او يستخدم الفرطونة الحجر مال الفرطونة الفرطونة وتزيك خشنها الفرطونة بهذا الشكل يعني حتى البطارية الجديدة لازم تخشنه الراسة الى التسق عليها الصولدر بهذا الشكل هسا راح نثبت الصولدر على البطارية ونشوف مدى نجاح الثبات الصولدر وراح نثبت بدون ما نضيف اي فلكس قبل نخلي الصولدر بدون ما نخليه كلوريد الأمونيوم هيا مجرد ان تخلي الصولدر هنا بهذا الشكل وترفع ايدك شوفون شون التسق عليها رأسا مباشرة الصولدر طبعا لازم تكون لحظات ثواني يعني بهذا الشكل رأسا وترفع ايدك ما تخليه يتأخر هو لان هنا موجود اكو عوازن براس البطارية هاي العوازن اذا اطلفت هنا احترقت راح سبب عطل وتلف بالبطارية فبهذا الشكل بسرعة حتى الحرارة اللي موجودة هنا امتصت البطارية وما اثرت لان اشتغلنا بسرعة ما راح تتأثر لحام ايضا جدا ثابت وقو لحام ايضا جدا ثابت وقو وها من الجهة الثانية لحام نخشنة ونبدأ الحمالة ونبدأ الحمالة ونشوف وبدون اضافة مساعدة الصهاق والحم مباشرة هذا الشكل شوفونا شون انتصاق الصولدر بيه اهم شي تكون السرعة باللحيم طبعا انا احب اللحيم بالصولدر على البطاريات اكثر ثبات وناجح ايضا بهذا الشكل وما يعني ما اخرتنا ما ثبتنا اي مشاكل بس المجرد انك خشنة الساطح مال الموجود هنا على النيكل لنفرض انك تريد تلحم قطعة مال النيكل على البطارية وما عندك هذا النوع مال الكبس الاصلي عندك هذا النوع اللي هو تقص بطارية عاطة طالفة منها وطلع من عدل هاي الصفيحة هاي كفيدة موجود بالقناة يشرح لك شون تقص النيكل فاذا تريد تثبت هاي وتلحم هاي على راس البطارية لازم الشيء اللي هو انك تريد تخشن طرف الفطعة من الماء الصفيحة من الماء والجهة الثانية ايضا تخشن هاي من الماء بهذا الشكل وتلحم صفيحة النيكل من الجهتين من الجهتين من هاي جهتين من هاي جهه تنقل الحرارة السريع يعني انذا قبل تخلي الكوية من هاي جهتين تلتسخ ما راح تلتسخ سردك صعوبة بنقل الحرارة فهاي جهت كفلها تنقل الحرارة السريع والجهة الثانية هي للسولدر لانتسخ بالبطارية تجليب بهذا الشكل هسا من راح تلحم راح يكون اللحيم جدا سريع وبسيط وسهل وما يسبب اي تأثيرات يعني بهذا الشكل بمجرد انك تخلي الكاوية وترفع ايدك انكوة القطعة مباشرة بدون ان تتأخر بالكاوية بهذا الشكل طبعا هاي البطارية هي تالفة لان ما يصير الموصل هذا بين موجب و السالب يسبب اي دمج ما يصير يوصل فا يكون هناك تغليف على البطارية تغليف بهذا الشكل او تغليف من الشركة يكون هنا فمثل ما تشوفون التسقط السنة القطعة لان من جهتين مخلي لها سولدر فانتقلت الحرارة بساعة ووصلنا وهذا اللحيم جدا ناجح جدا جدا ناجح وما يفرق اهم شي يكون عندك هو سرعة بالجراعات مالات اللحام حتى ما تأثر على العوازن اللي موجودة هنا البلاستيك بين طبقة الفصل اللي موجودة بين الموجب و السالب بهذا الشكل وشكرا لكم واي سؤال بالتعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة